ازايكم عاملين ايه? واهلا بكم فيديو جديد في قناة فيب كورنر. انهاردة معنا مدين من احسن المدات اللي لمسكها للامتي ال. وده بقى جهازي الشخصي اصلا ال ايجس ميني تو. وال ايجس سولو تو. تعال نطلق مع بعض. نشوف العلم بيجي شكلها عامل ازاي? وبيجي فيها ايه? وينفع تستخدم يو اس بي كابل اللي جاي معها? ولا انا فضل الكابلات تانية? لأ انا من هنا بقول لكم يفضل انك تستخدم كابلات تانية بلاش انك تستخدم الكابل اللي جاي مع المد. ان الكابلات تانية اكثر كفاءة واحسن بكتير. انت بتحفظ على عمر المد احسن يعني. دون مقدمات كتير تعال نطلع مع بعض ونشوف العلم بيجي فيها ايه. اهلا رمضان يا شهر الاحسان. شهر الغرار رمضان 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 سولو ميني سيلفر جري كلاسيك بلاك. التلات الوان بتوعهم. كل تلات الوان اللي توفروا معي يعني اكتر تلات الوان متميزين جدا. زي هنفتحهم ونشوفهم مع بعض. اللون البلاك معي هنا جوه في المد هنا. بلكن انا برضو هعمل له بوكسنج سريع كده. هنعمل انبوكسنج للسولو تو والميني تو السيلفر والجري وهنعمل استعراض للتلاتة مع بعض عشان نشوف الوانهم. يلا بنا نبدأ. نفتح علبة السيلفر وان هندرد. وبيجي مغلف كده نشيل الغلاف بتاعه. نفتح العلبة. نفتح. وها هو اللون السيلفر الشيك. قوي 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 بتاع الايجي سميني تو. ده اول مرة يتفتح الوقتي قدامكم. انا اول مرة افتحه. لسه شايلوا الغلاف بتاعه. خمس ضغطات فتح معايا. واللوك ميكانيزم اللذيذ. بس كده بدل ما خمس ضغطات وتقفل الجهاز عامل حطه في جيبك معلم. وبصوا بقى المد ده اصغر من كده ما في شيء. مدين في ايدي كده. ده مد ونص بالطريتين كده اه. هم حجمون حلو جدا مالمومين في الايد. مخفيين خالص. صغير جدا. نشوف الى عالبة بيجي فيها ايه تاني. كده يا ريت تقراها لو انت بتاعه فتقرا انجليزي. كروة الضمان. منو اللذيذ بتاع الجهاز. كنت اتماني يبقى بالالوان. علبة تحت كده. نفتح العلبة. عشان تشحم بيها نمد. وانا ما نصحش بصلاحة انك تستخدم من دي. لو عندك عندك افضل يا ريت تستخدمها بلاش تستخدم من دي. قلبة او نفتحها مع بعض كده. قلبة اكبر بحجم ملحوظ يعني. اكبر بكتير. وده اللون الجريه هو. بتاعته بهدرت شوية. هو بيجي عليه سكرين بروتكتور. اللي سكرين بروتكتور اللي في هدرت شوية. انا اخدت جوابه بطارية قريدي يعني. بس ده بقى حجمه اكبر شوية في الايد. يعني انتو لو تيجي تكرنوا الاتنين ببعض كده. هتلاقي ان السولو حجمه اكبر شوية. بحبة حلوين يعني مش بحجبة صغيرين. فعلا المود السولو اكبر شوية. يجي معها نفس النفس اللي في علبة الميني. فبالتاني مش هنعمل انبوكسنج تاني لان الموضوع هيبقى مملك. اه ادي سولو وادي الميني. مع بعض نشوف ازياد السوق اللي اتنين. اللي اتنين نفس المينيو. اللي اتنين نفس الوضع. كلي احنا اللي هنعرف نعمله هنا هنعمله هنا في نفس الوقت بنفس الطريقة بنفس التغيير كل حاجة في المينيو. في وقت المينيو ازاي بقى? عندك من الجنب كده يعمل تشيل وترفعه تاني يعمل واحد اتنين تلاتة النور اللي فوق ده ينور كده بغاية تغضع مع بعض يقلب في الالوان. او تقلب في المينيو بتاعه تي سي ستيني ستيل تي سي تي سي ار الكيرف مود اللي بيجيب اخر ما في البطارية محدش تستخدم المود ده لو انت بتستخدم تانكات انت مش عارف انت بتعمل فيها ايه يعني انت لو مش فهم بيعمل ايه بلاش تستخدمه ووضع الباور اللي عادي بتاعنا. ننزل تحت مقاومة اللي انت خدته لحت ايه ممكن تقلبها تعمل للباور ايه رجعتني فوق ولا اي حاجة تاني ضغطة طويلة وترجع زي ما انت. الجهاز بيتشحن بيو اس بي سي من فوق هنا. وعايز اقول لكم ان الجهاز خفيف بطريقة تدحك يعني. الجهاز فعلا بتحجمه خفيف اوي اوي اوي. على مقارنه بالايجيس ميني وان. فان ده الايجيس ميني خاص بيا اللي شاف معي ايام مر بصراحة واضمن واضح رحلة بتاعته. يعني هتحس ان الشكل الجديد مدرن اكتر. الحوار الكليكال من الجنب دي احسن شوية. البطارية زادت تلتمية ميلي امبير. هنا الفين وانتين. هنا الفين وخمسمية. زي ما هو مكتوب تحت هنا. الفين وخمسمية ميلي امبير. شاشة باقي بالالوان بدل اللون استخيف الممل ده. شحن وده بتشحن مايكرو يو اس بي. اعتقد ان الجديد دي كسب بمراحل عن القاديين. برغم ان الخبطة في الاتنين كويسين جدا جدا. ولو انت معاك المد ده اول مد ده هنيئا لك انت معاك مد محترم جدا جدا للي فقط. اللي فعلا الجهاز ده بيستحملش. ده الايجيس ميني السلفر وده الايجيس ميني الاسود. دول احسن ثلاث الوان بصراحة. تخفى السلفر. تخفى الاسود. تخفى الثلاث الوان جمال جدا بصراحة. فوقع نفسهم في الخامات والحاجات اللي معمولة منها. المد ده. سواء في السولو او سواء في الميني. لكن انا شخصيا هفضل البلت ان باتاري. فانا هتطرح ان انت هتستخدم الايجيس ميني على اي مد او تانك ام تي ال زي السيرن بتاعي كده. انا هركب السيرن على الايجيس ميني الاسود. او الايجيس ميني تو يعني. ومشكلهم حلو جدا على بعض. اي تانك اسود هيبقى شكله حلو جدا على المد ده. طيب شفنا ازاي المد بيتساق. طيب ما بعض نطلع ونشوف. ايه رأي فيه? ايه اللي عاجبني فيه? ايه اللي مش عاجبني فيه? يلا بينا. زي ما انت شفتو العلبة بييجي فيها حاجات بسيطة جدا. المد واليو اس بي كابل بس ما فيش حاجة تاني. فتعالوا نبدأ بميزات وعيوب ونبدأ بعيوب الجهاز ده. اه اه اه. يعني امكن نقولكم انت اتمنى ان هما يبعتوا الجزء الربر اللي فوق ده كله زيادة علشان لو دي تقطعت ما اضطرش ان انا ارمي مد او ان هو يبقى مش ضد مية يعني. انت اتمنى ان هما يبعتوا الجزء الربر اللي فوق ده كله بحيس انك تشيل المسامير وتحطه ولكن ده مش عيب يعني لان هي صعبة او انها تقطع بصراحة. جهاز صغير شوية زيادة. كنت اتمنى ان هو يبقى مسكته احسن من كده يعني. وان هما يكبروه شوية علشان البطرات يبقى اكبر. طبعا دي سخافة يعني. انا مش بهم فيش اي حاجة من انا بقولها دي حقيقة جهاز حلو جدا. مش مش لقيله عيوب بصراحة. خطته حلوة جدا. مينيو بسيط. مفوش لها بكتير. قدر ما احنا بنحكي في الحوارات دي. تعالي نخش في المميزات. نيزة الجهاز خطة جميلة جدا جدا. وسرعة استجابة ساروخية بالنسبة للايجس ميني. مش بتكلم على السولو. السولو حلو جدا على فكرة وجميل. استجابته حلوة جدا ولكن مقارنة بالميني لأ الميني يكسب بصراحة. وانا شخصيا همشي باللايجس ميني ده. ده يبقى جهاز الشخصي الجديد. مكان الايجس ميني وانج. الايجس ميني تو هو جهاز الشخصي الجديد اللي انا همشي به الفترة الجاية. تاني ميزة الوان اشكال حاجات حلوة ميني وبسيطة ما فاش لعب كتير. ثالث ميزة اللوك ميكانيزم. خلاص في ثانية بحطه في جيبك وخلاص بدلا ما تضغط خمس دغطت عشان تقفل الجهاز عندك اللوك ميكانيزم من الجنب هنا خلصنا في ثانية. بيشحن بسرعة انا جردت بصراحة واليو اس بي سي تفعلا بيشحن بسرعة. بطرقة جدا جدا جدا. انا عدت تلت ايام مش حنش المد ده. ايام واستخدامي عليف جدا جدا جدا. عدت تلت ايام مش حنش المد ده من سعب ما جبته فعلا مش حنش غير مرة واحدة بس. واقع معي تلت ايام عما يفصل. وعايز اقول لكم ان هو لسه فيه شوية يعني. يعني من كده بقى لي تلت ايام ولسه فيه شرطتين. فهو مد فيه بركة جدا جدا. ميزة تقريبا رابع اه رابع ميزة ضد المية ضد الصدمات. المية جنبك في اي حتة مش هتخاف عليه. مني واقعات غبية وما فيش اي رد فعل غبي او حاجة مش متوقعة. غسلته بمية فعلا مفيش اي ابن رازينة. فعلا جهاز حلو جدا وانا انصح به لاي حد معا تانك ام تيل فقط. ان انا جربت عليه احط عليه ديل البطارية اتنفخت. مش فاشخت. يعني فاهم? يعني انا بس شربت عليه كان على ستين واط مش كتير يعني. اقل من ساعة مسلا. ساعة بالكتير قوياني. كنا اقل كمان. كانت البطارية زو فضت في ثانية على طول. هنصح به لاي حد معا ام تيل تانك ام تيل. حط المد ده في دماغك هيبقى مد جبار بالنسبة لك. سواء السولو لو انت خايف من موضوع البطارية ان هي لو بازت سوح والبطارية دي مش موجودة ومش عارف ايه بلاش. شيل الهاجس ده من دماغك. وهاتلك السولو تو برضو الجهاز حلو جدا ومستجابته حلوة جدا. مش معنا كده ان انا بقول ان استجابة المد ده وحشة خالص على فكرة استياه تمد حلوة جدا. لو انت بتفكر تليه مد جديد وانت معاك تانك ام تيل فده سوليوشن جميل جدا من نسبة لك سواء ده السواء ده الاختيارين حلوين جدا وانصح به اي حد فعلا لان هما شكلهم حلو بطارية حلوة جدا منيو بسيط جدا مد مش ممل بصراحة فانت عايز ايه اطفل من كده مد حلوة جدا وانا انصح به اي حد فعلا ان هو يبقى جهازه الشخصي مع اي تانك ام تيل انت هتحبه على مزاجك. وبس كده شكرا جدا لانتو كاملتوا الفيديو للاخر اتمنى ما يكونش تولت عليكم ويكون الجهاز ده بالنسبة لي هو الثورة الجديدة بالنسبة لي ده المد اللي انا فعلا هستخدمه السابقة الجاية خلاص والفيديوهات الجاية هتلاقوا ده موجود دايما ان انا هستخدم المد ده هو الاستخدامي الشخصي لان اللون ده اتمنى ما كون شو بتقول طريق وو الفيديوهات الجاية اعجب ويه سلام موسيقى